المدن الكبرى في اوروبا الوسطى براغ بودابيست وفيينة اول تحدي لبريطانيا كقوة اوروبية عظمى بكرة القدم ونظرا لوجود مدينتين منها على نهر الدنوب فقد اطلق اسم النهر على اسلوب اللعب المميز والناجح فيها قبل الحرب الكبرى كانت المدن الثلاث موحدة تحت حكم الهبسبرغ وبسبب اختلاف اللغات والعادات لم يكن الحلف ناجحا وشاب التوتر المنافسة في الملعب قضى الملايين في الحرب الكبرى من اجل قطعة ارض صغيرة على الجبهة الغربية لكن بالنسبة الى شعوب اوروبا الوسطى شهدت نهاية الحرب اعادة رسم حدود كاملة اصبحت شيكوزلوفاكيا وعاصمتها براغ كيانا سياسيا للمرة الاولى واضحت كرة القدم وسيلة تعبير قوية عن هذا الشعور القومي عام 1919 شارك منتخب شيكوزلوفاكي غير رسمي في العاب الحلفاء في ملعب بيرشينغ في فرنسا حيث تغلب على بلجكا وامريكا وكندا في مسيرته الى النهائي وبعد سنة خسرت شيكوزلوفاكيون امام بلجكا البلد المضيف للالعاب الاولمبية في انتويرب لكنهم هنا تغلبوا على فرنسا المضيفة واحرزوا اللقب خارج بريطانيا كان لبراغ واحدة من ارقى شبكات الاندية في البر الاوروبية سبارتا براغ كسب محبة الطبقة العاملة في المدينة بينما استقطب سلافيا الشريحة المثقفة في العاصمة في منتصف عشرينيات القرن الماضي حضى لاعبي الكرة من كل ارجاء اوروبا على اللاعب في صففهما خلال كفاحهما للتفوق امام حشود غفيرة هناك امور طريفة تنفرد بها بوديوفيتش انه تقليد يرافق مباريات الديربي فمباريات الديربي لها نكهة خاصة فقد اعتادوا في بوديوفيتش على اقامة جناز رسمي مع نعش وشموع للفريق الذي يخسر مباراة الديربي بين سبارتا وسلافيا واحيانا كان يحضر المراسم كاهن لجعل الحدث اكثر رسمية في منتصف العشرينيات تعززت فكرة اقامة بطولة بين الاندية الاوروبية بفضل جهود هيوغو مايزل وتحقق ذلك عام سبعة وعشرين حين واجه سبارتا براغ رابيدي فييانا في اول نهائي لكأس مايتروبا قد تعود مسابقة الكأس الاوروبية الراهنة الى عام خمسة وخمسين لكن اول بطل اوروبي لم يكن ريال مدريد بل سبارتا الذي فاز في النهائية وخلال السنوات الاثنتين عشرة التالية اسرت كأس مايتروبا مخيلة البر الاوروبية كانت البطولة الدولية الوحيدة للاندية في اوروبا واود التركيز مرة ثانية على انها كانت خليطا من ابطال الدور والكأس الاوروبية وتمثل كل بلد بثلاثة او اربعة اندية ايطاليا، النمسا، يوغسلافيا، تشيكوسلوفاكيا وسويسرا شاركت كلها بانتظام